يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جناف اليوم للمشاركة بالحلقة النقاشية التفاعلية التي يقيمها الاتحاد البرلماني الدوري بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على صدور الإعلان العالمي للديمقراطية ومن المقرر أن يشارك رئيس مجلس النواب كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التفاعلية بحضور ومشاركة بارزة من الخبراء بمجال الديمقراطية والبرلمانيين من جميع انحاء العالم حيث سيلقي كلمة عن واقع الديمقراطية في الوقت الحالي كما سيستعرض محددات الرؤية الوطنية المصرية تجاه تعزيز الديمقراطية والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد هذا وستشهد الزيارة التي تعد الأولى من نوعها إلى مقر الاتحاد البرلماني بجينيفا عقد سلسلة من المباحثات مع مسؤول الاتحاد لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية التاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي ترجمة نانسي قنقر